إن الحمد لله نحمده و نستعين به و نستهديه و نستغفره و نعوذ بالله من شعور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له و من يضل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله شاهدين الكرام السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اليوم بإذن الله عز وجل حلقة جديدة من برنامجكم ملتقى الأحبة و لكن حلقة تختلف عن باقي الحلقات الماضية هي حلقة خاصة جدا النهاردة حلقة خاصة جدا و زي ما عودنا حضراتكم عن تحقيق حلم لعدد كبير جدا جدا من أهلنا و خصوصا المغتربين اللي نفسهم يلاقوا إيد تتمد لهم عشان تساعدهم يكون لهم مكان رائع و مشروع ناجح في أرضهم و بلدهم في أرضهم و بلدهم أرحب معكم و مع حضراتكم بضيوفنا الكرام فضيلة الأستاذ أسامة الفار صاحب شركة الفلاح للإصلاح الأراضي بالفرفة أهلا وسائل أهلا وسائل و طبعا حل علينا ضيف جديد النهاردة دكتور فوزي الدغيدي مدير مركز كيرو كير الطبي بمدينة ناصر أهلا وسائل لجشرفتنا الله الله بركي وسائل مشاهدين الكرام تعالوا بنا احنا النهاردة بإذن الله عز وجل نتكلم عن موضوع جميل جدا ولكن انتبهوا معنا جيدا تعالوا بنا ندخل هاجمة مرتدة أهلا وسائل أهلا وسائل أهلا وسائل وصلنا كتير من التفاعلات عن مشروع حضرتك العظيم اللي هو حقق حلمك اللي هو حقق حلمك ودرب سهل طب ما هو الجديد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد احنا طبعا لما كلمنا عن تحقيق الحلم قلنا لأن تحقيق حلم أي حد في المجتمع بجميع شرائحه أنه يبقى عنده حدة أرض ليه؟ لأنه ربما يكون هو اتولد وترعرع على هذا الأمر استحال ينساه أي شريحة في المجتمع لك أن تتصور حضرتك بيكلمنا جميع شرائح المجتمع دكتور بس إذا دكتور فوز ربنا أمريك فيه أو شريحة بالشريحة فيه جلق على النهاردة ربنا يحفظه بقاله 30 سنة مثلا في الغربة أو أكثر أو أقل يقول لك أنا لازم أرجع لأصولي تربى على هذا وخبالك طبلية بتاعت زمان والأصالة حتى الدكتور فوز في سنايا كلام حتى الدكتور فوز لما كان معانا في سنايا الكلام لما هل علينا ضيفا على أرض الواقع برضو كان من نفس الفصيل ولكن إحنا حققنا حلم الفلاح اللي هو كان بيحلب عنده حطة أرض على أرض الواقع عملنا له الأرض مطورة بالطاقة الشمسية بالمواصير بالمحابس بالسكك بالمصارف راي مطور غمر مؤهل للتنقيط على أرض الواقع وبنان له بيت جميل يبقى كده أنا حققنا حلمي مين الفلاح برضو ما حرمناش أخينا المحترم المسافر أو إلى آخره اللي معه مثلا مئة ألف مئة وخمسين ألف عايز يحقق حلمه عملنا له برضو مشروع السهم الأخضر لحضرتك تكلمنا عنه سابقا حلقة المنظر وحلقة اليوم يعني منبسقة من السهم الأخضر ولكن هي طرع مشروع تاني هيتكلم عنه باستفادة فضلة الدكتور فوزي ربنا يبارك فيه عملنا مشروع السهم الأخضر اللي هو بيبقى زرعته لمون وزاتو على قد الايه على قد اقتصادياتك معك مئة ألف معك مئة وخمسين ألف أكثر أقل عملنا لك الخمس فددين بمئة خمسة وسبعين ألف إن دفعوا تأسيد تدفع النص حال العقد والنص على سنة ونص وتأخذ الأرض مزروعة عايز نرعاه لك بنرعاه لك مقابل مجيني شهريا لكل فدان عايز أن أنت ترعيها أنت ينفع أن أنت ترعيها ولكن النهاردة لقاء اليوم يختلف عن تلكم اللقاءات وخبالك مشروع شهد المجدول وما أدركها من المجدول هيكلمنا عنه فضلة الدكتور فوز ربنا يبارك فيه وهو جراح ربنا يحفظه يبارك فيه هيكلمنا عنه عن دراسته وعن الجدوة الاقتصادية بتاعته وعن كل شيء إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى طيب دكتورنا حبيب حضرتك المجال بتحضرتك اللي هو طبيب جراح بعيد ومختلف تماما تماما عن مجال الأستاذ أسامة الفار طبعا صح يعني ايه مشروع المجدول بس فيما بعد بعد ما حضرتك تتكلم إن حضرتك في مجال تاني والأستاذ في مجال تاني هل ده ينطبق معداء أو ايه بالظرط طبعا الأستاذ أسامة الفار المشكور قالك إن أي حد أي حد مصري عاش في تراب مصر طبعا وبيحب البلد دي انتماءه وجسمه كله بيكون مرتبط بهذه الأرض نعم الأرض بتاعتنا دي أرض خير ملوش أول من آخر نعم يعني أرض مصر بسم الله ما شاء الله عليها تعتبر يعني اللي لف الدنيا وشاف صحيح يعرف إن أرض مصر دي فيها خيرات لا حصرة لها بالنسبة لموضوع المجدول المجدول أو المجدول وساعت بينطقها الميديول على حسب الحفل ساعت بينطقها كده طيب كله إذن ليه معنى ولا لا هي مجدول بس ساعة حرف الج في الألماني بتنطق ي زي ي فبتتنطق ميديول فأيا كان اسمه مجدول مجدول إحنا بيقول مجدول الخليجة بينطقوها مجدول فأيا كان أنا عايز أقولك إن المجدول أو المجدول أيا كان اسمه نبهة أو ثمرة طيبة في كل خيرتها حكي وأنا كطبيب أنت بتقول لي كطبيب بعيدا عن المجال فأنا لا أنا جبتلك من ناحيتين من ناحية النشأة إن أنا نشأت في أرض ريفية وعشت في وسط المية وبنشرب من الأناية وعيشين في التراب فالحنين بتاع أي حد بحنة عايز أزرع نفسي أزرع فدايما بتكلم على الموضوع ده وعايز أقول لحباك أكتر من 13 سنة وأنا بحاول أدور على مشروع ناجح زراعي ناجح لأنني عارف إن الإزرع هي ثبات أما ليه المجدول فأنا عملت بحث دورت ويعني أقول لك حتة سريعة كده وأنا في أمريكا حتى يمكن تباني المكان بتاعها في كاليفورنيا طيب أعرضه سيد محمد لو سمعت صورة المكان بتاعها كاليفورنيا وأنا كنت في كاليفورنيا وكنت واخد تمر معايا للناس تمر أه للناس الأمريكان زملاتي في الشغل فأخد تمر معايا وفرحاني إن أنا واخد لهم تمر من السعودية كان يعني وأحلى تمر موجود فلقيت في التلاجة هناك تمر مكتوب عليه مجدول استغربت مجدول وكاليفورنيا فسألت دخلت دورت لقيت إن في مزارع كبيرة كثيرة جدا جدا في كاليفورنيا في جنوب كاليفورنيا عشان درجة الحرارة تناسب الجو وزارعين نخيل ومشاء الله إن شاء الله أنواع غاية في الروعة بصراحة أنا يعني أخدني الموضوع إن شاء الله التمر ده التمر دوت اللي موجود هناك وده نفس التمر نفس النوع موجود في أمريكا وموجود في بلاد كتير جدا بتزرعه بس هو يعني أحسن مكان ليه الفرفرة ليه الفرفرة علشان الجو بتاعها أنا تبحرت بقى في الموضوع أنا بقول الحرك من 2007 وأنا بدور على استثمار زراعي جيد التمر هو السمرة اللي لا تستغنى عنها في الشدة وفي الرخاء صحيح يعني إذا كنت أنت في وضع طبيعي أنت محتاج تمر لقدر الله حصل شدة التمر وكان أجمل طعام للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وكان الرسول عليه وسلم يجلس الشهر والشهران وربما الأكثر لا يأكل إلا التمر التمر فيه مواد غذائية حتى ممكن الجدول العناصر الغذائية اللي فيه فيه تقريبا كل ما يعني يحتاجه جسم الإنسان من طاقة من فيتامينات أنواع الفيتامينات الخاصة جدا كمين كلها موجودة في التمر المغنيسيوم الحديد البوتاسيوم الصد موجود بسم الله ما شاء الله يعني عبارة عن وجبة متكملة أنا أتمنى في يوم من الأيام نقول للأطفالنا وللأسر بتاعتنا تمر واحدة مكان يالي ما شاء الله تمر واحدة شايف بسم الله ما شاء الله كمية العناصر اللي موجودة في التمر كل ده لكل مئة جرام من التمر فيه المكونات دي فالتمر فيه كل ما يعني كل ما يعني يتمناه الإنسان من مواد تنفع للطفل الصغير للشاب الكبير حتى للعجوز للرجل العجوز محتاج هذه العناصر عشان يقدر يستفيد بها فأنا كطبيب زي الحاجة تقولي أنه بعيد عن المجلة أنا قريب جدا منه أنا عايز حاجة الناس اللي ما تقدرش تقعد في الأرض احنا نقدر نعمل لهم المشروع ده هو يقدر يجي في الوقت اللي هو عايزه هيلقي الزراعة بتاعته قائم عليها أنا ما بعرفش أذر عنها شخصيا ولكن أقدر أجيب أفضل أنواع النخيل أفضل الباحثين والمتخصصين في الزراعة وروحنا وشوفنا بنفسنا وحتى فيه زيارة كانت مع الأستاذ أسامة لفينا دورنا على أحسن مكان أفضل أرض أفضل مية أفضل شتلات أفضل ناس تساعدنا حتى كمان هقول إن شاء الله فيه ناس من جمعة ده الأماكن اللي احنا كنا فيها حتى فيه إن شاء الله وده يعني هتكون إن شاء الله سابقة وعشان الناس عارفة إن احنا ماشيين على أساس علمي جدا عامل اتفاقية مع شركاء لنا من ألمانيا إنه هياخد السمرة يوزعها هيجبوا لنا ناس متخصصين من جمعة ميونيخ هيشرفوا على الزراعة لأن تعرف الزراعة دلوقتي كلها علم يعني الزراعة ما عادتش زي زمان ازرع وعمل زي اللي قبلك لا دلوقتي بقى فيه حتى دخل فيها النانو تكنولوجي إزاي تدي العناصر المناسبة تماما للسمرة عشان تبقى ضامن نجاحها تقدر تعمل المقاومة بتاعتها بدون متحط مبيدات تبقى نبات طبيعي بنسبة 100% يشجعك على ثمرة جيدة تقدر تصدرها برا تقدر تديها الأهلك كنت مطمئن صحيح صحيح مزيدكم لخي لخي سيد سامة جميل جدا هذه الثقة وإن المساهم يكون متطمن تماما أن فلوسه اللي تعف فيها في محل ثقة أي هي ضمانات الأرض من ناحية ظروفها الميا الأوراق الشراكة الكلام ده كله جميل بالنسبة لضمانات الأرض وطبعا أي حد هيحقق حلمه معاني أول حاجة بيتطمن عليها موضوع الوراق لا سيامة أنه هو منتقل من أرض قديمة بتتكلم فيها بملايين أو هو طول عمره الغربة بتاعته تحويشة عمره هيحطها في مشروع زي كده فإذا هو عايز أهم حاجة كامونيات الأرض اللي هو هيتعامل عليها معانا احنا معانا جوابات ياريت الأخ ينتمي لك السيد محمد جوابات الجيش والأسار والبيئة والمياه الجوفية هذه تصريحات أخي بالك من الدولة أن الأرض خارج جميع حيئات ومؤسسات الدولة لأي مشروع من المشروعات لهم الألف فدان الألف فدان وأي مشروع طبعا دي جوابات مختومة من عمليات الكوات المسلحة اللي بيقول لك ده أنا رحت يا دكتور زمان يقول لك أنا رحت مثلا في المكان كذا وبعد ما زرحت وقلحت عشر سنين جات لإزالة من الدول طب إيه اللي وداك ما أنت معاكش تصريحات من الأرض خارج مخططات الجيش ما معاكش ده تصريح لإيه بالضبط ده جواب من الكوات المسلحة اللي هي الأرض خارج الكوات المسلحة وفيه معانا جواب تاني للمساحة العسكرية أن هي خارج إحدثيات المساحة العسكرية لأي مشروع من المشروعات جميع ومعانا جواب تاني من الأثار أن هي خارج إحدثيات الأثار ومعانا جواب تاني من المياه الجوفية ومعانا جواب تاني من يعني تاخد الأرض ما شهرش دمات باية حاجة أن هي خارج جميع هيئات ومؤسسات الدولة لأي مشروع من المشروعات جميع دي نقطة مهمة جدا وأن الأرض متاخدة من الدولة والأرض لما تبقى أن تأخذها من الدولة لها كذا ولاية هل هي ولاية هيئة أم ولاية محافظة بيحكمنا في الآخر حاجة اسمها محضر تسليم محضر التسليم ده هو تأتانا عن طريق المحافظة هذا المحضر لازم لجنة مشكلة بتطلع من المحافظة ومجلس المدينة لتسليمك الأرض بالإحداثيات إحداثيات يعني روجة بعض الناس معلش يا دكتور فاوزي أنا فلاح وابقى دايما بحن للجناح التاني شوي ربما حضرتك عارف الإحداثيات ولكن الجماعة الفلاحين إحداثيات يعني رجم بتطلع الدولة تحط لنا رجم للأرض أرقام يعني آه طبعا رجم تسليمك الأرض ده اسمه محضر تسليم استحالة يا سيد الفاضل إن الدولة طلع تسليمتك أرض بموجب محضر تسليم وتاخدها منك تاني إلا إذا بقى أنت مش عايز تدفع حق الدولة الأرض عليها فلوس للدولة آه عليها فلوس للدولة ولكن الدولة حطالك قليات لتزديد الفلوس معك فترة سماحة وإزرع يا دكتور فاوزي مجدول وإجبع وبعد ما تزرع وتبقى تمام بنجي نعين عليك ونشوف إزبادك في الجدية نديك تمليك للأرض رسمي تمليك للأرض رسمي طبعا في البند 22 من كراست الشروب بيقول على الراس عليه المزاد في حالة استصلاحه للأرض وزراعتها يعني أنت خدت الأرض من الدولة سحراء بمحضر تسليم وهذه جزئية مهمة جدا أن أنت تاخد محضر تسليم من قبل ما تشتغل في الأرض كده يبقى أنت عارف شمس دارك طلع منين الأرض عليها جنيه عارف أنها عليها جنيه الدولة سلميتك الأرض لازم يعقبها الجوابات الخامس كم أنت أخد محضر تسليم؟ طبعا محضر تسليم من الدولة زي ده حضرتك ده محضر تسليم وخبالك من الدولة وبيعقبه الجوابات الخامس اللي هو جواب الجيش والأثار والبيئة والمياه الجوفية والمساحة العسكرية يبقى انت كده لك الحق التعامل على الارض بموجب محضر تسليم رسمي من الدول يبقى الارض ايه معليهاش مشاكل مع الدول بقية لنا جزئية مهمة ان الارض عليها فلوس للدول مفيش مشاكل ازرع وانبسط وبعد كده احنا يا عم هنديك العقد التمليك النهائي بتاع الارض بموجب ان انت هتبدأ تسدل دينا الاقصاد المطلوبة انت عايز تسد الكاش بنخصم لك 20% عايز تسد التقسيط مفيش مشاكل في النهاية هنديك العقد الايه العقد النهائي يبقى احنا قلنا محضر التسليم ده هو لازم هيئات لازم موافق جميع هيئات ومؤسسات الدولة دكتور فوزي ان هي ربما انت تروح تزرع تقضع يدك على مكان وده المشاكل اللي بتقابلنا الان في بعض الاماكن الناس بتشتيكي من موضوع دي اه ماينفعش ان انت تعمل مشروع كبير زي ده بدون ما تكون عندك الضمانات الكافية ان انت بتحط على ارض صلبة بدون ما يحصل فيها مشاكل في المستقبل انت معاك ناس وحرام ان انت تضيع فلسهم وده اللي خلاني فعلا احط ايدي في ايد الاستاذ اسامة دني كل شيء على يعني زي ما هو بيقولك انت عارف شمس دارك بتطلع منين انت عارف انت رايح فين وجاي منين الموضوع ماهوش عشوائي مش واحد رايح يستولي على قطعة ارض ويعمل عليها مشروع وبعدين يرجع يلطم تاني انه مامشيش في الخطوات السليمة من اول يوم حطين ايدينا في على ارض صلبة مع ناس محترمة عارفة مكانها فين بموجب خطابات رسمية من المحافظة بتستلمها طبيعي بنسبة 100% انت مطمئن ان شاء الله هي اكيد اصلا الفرافة كلها انا ارد بوجود حضراتي الله خلالك طبعا محضر التسليم ده هو بتبقى لجنة مشكلة من حماية املاك الدول لجنة مشكلة مشكلة من المحافظة ومجلس المدينة من حماية املاك الدول ومن سندوق استصلاح الاراضي ومن الشؤون القانونية ومن الادارة الهندسية علاوة على رئيس المجلس نفسه او نائب الرئيس بيطلع يسلمك الايه يسلمك الاحدثيات ومحضر تسليمك على ارض الواقع تحت امر دكتور حضرتك ذكرت ان المشروع الف فدان زراعة نخيل المجدول وده مشروع كبير جدا العلمي ان زراعة المجدول مكلفة جدا وتحتاج خبرات واحتياطات خاصة لماذا هذا الاختيار الصعب زي ما قلت لحضرتك في بداية الكلام لما قلت لك ان المجدول ده حاجة عظيمة جدا وانا بدور وانا بقرأ موضوع المجدول انا بنفس والله سميت وقلت هذه السمرة المفروض انها تسمى ملكة التمور ما شاء الله وانا ببحث والله لقيت الناس مسمينها ملكة التمور يعني انا سميتها نفس الاسم اللي الناس مسمينها سمرة المجدول سمرة يعني عارف زي قطعة الدهب مطلوبة على مستوى العالم كله ليه لان العمس صراحة انا لم اتضوكها وقبل لا احنا لازم ان شاء الله نمر جان 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 بيزن الله اللي بيدوخ سمرة حتى لو شفت صورتها في فيديو معروض هنا لحضرتك اه واحنا في الارض دي كانت ارض تانية بتاعت صديق لي لأ النخل المجدول زي ما قلت لحضرتك وانت سألت السؤال احنا هنزرع الف فدان احنا طبعا مستحيل نزرع الف فدان مرة واحدة احنا هنبدأ بداية ان شاء الله تكون قوية جدا معانا شراكة من شركات محترمة جدا لها باع والنخيل بتاعها معروف لان انت عارف انت بعد ما تزرع هتقعد ثلاث سنين في الاول ما انتاش عارف اصل الشجرة اذا ما انتاش عارف انت جابها من ايه لان دي مشكلة كبيرة جدا يعني الناس بتروح تشتري الفسيلة بألفين جنيه او ألف وتمنمية ألفين وشوية بدي نشتري الصمرة ايوة تمام النخيل النوع دوت من النخيل لازم انت تبقى عارف الام بتاعته منين وإلا فيه الاشباه كلها شبه بعضها ممكن حد يديلك نخلة من اللي هي ممكن من تسويش عشرة جنيه وانت بتروح تدفع فيها ألفين جنيه فالفدان بياخد ستين شجرة ستين شجرة فانت هتروح تدفع ستين في ألفين بمئة عشون ألف جنيه في شتلات فقط ولسه عليها صرف كبير جدا فلازم لو انت ما انتاش عارف انت واخد الأصل منين ممكن تتخدع وفيه يعني تحضرني مقالة ان واحد من العظماء كان يقولك انا ابحث عن المسار الذي فشل فيه الناس حتى اتجنبه فانا مقدرش اروح امشي في مسار وبعد ما امشي الاقي نفسي غلط فلا احنا اخدناها من المنبع انت عارفت النخلة جاية منين امها فين مطلعة شكله ازاي خلاص انت عرفت خلاص انت كده محد شاهد حكي عليك تاني لان انت شفتها من اصلها محد شاهد حكي عليك انما الناس اللي بتروح تشتري والله انا ببقى مشفق عليهم انه بيروح بياخد الكلام سيقع وللأسف للأسف فيه ناس كتير جدا بتاخدع لان الفسيلة غالية الفسيلة بألفين جنيه وانت عشان تعمل فدان بمئة وعشون ألف جنيه بس فسائل غير بقى الطاقة الشمسية والبير والتسوية والسماد والصرف اللي مدى التلات سنين الفدان بيكلف اكتر من مئتين ألف جنيه فانت عشان تدفع المبالغ الرهيبة دي كلها وانت مانتش عارف الاصل فيين هيبقى حرم عليك صحيح فلازم اول شي ازا ما قلت لحضرتك ان الاصل انت تكون عارفه كويس جدا درست الموضوع شايف انت فين لان ما منفعش ان انت تغلط يعني الغلطة صحيح ما حدش هيسيبك ساعتك فلازم تبقى عارف الاصل منين فاحنا هنبدأ بداية مبدئية في الاول اللي هيلحق معنا في الاول ان شاء الله هنبدأ بمئة فدان او حتى خمسين فدان سليها لازم يونت يعني لازم واحدة عشان تقدر على الاقل خمسين تمام جميل ومن الخمسين هتقدر تكامل بقى السنة اللي بعدها تقدر تحط خمسين او مئة او بعدين مئتين وهكذا طبق انت حطيت نفسك على ارض صلبة زي ما قلت حضرتك النخيل محتاج علم كتير جدا يعني زي ما انت شفت العناصر بتاعتها دا لازم انت تتدهالها لازم يكون في حد فاهم طبعا الموضوع كله علم انت شفت السمرة فيها المكونات بتاعتها اذا انت مدتهاش للام هتطلع لك المكونات دي ازاي لازم يكون حد فاهم كويس جدا في زراعة النخيل عشان كده اقول لك جبنك خبرات من برا وهنتواصل كمان مع الناس بتوع كاليفورنيا لاننا عندهم دراسات غاية في الروعة ان ازاي يعني يتنبأ بيها زي الطفل كده تحليلات يبقى عارف للنقص متاسر تحليلات ناقص كالسام ناقص فورمونات معينة السمر عايزة مية عايزة سماد كل الحاجات دي علم فالخبرات دي هت موجودة الحمد لله فان شاء الله طريق النجاح موجود ان شاء الله بذلك تعالوا بنا نرجع مرة اخرى لحبيب الأستاذ سامة أستاذ سامة المشترك معاكم هيشارك بساهم زي مشروعك الاول اللي هو سامة الاخضر وعرفنا المشترك وإيه آليات الاشتراك وعامل نجاح مشروعك جميل هو طبعا المشترك معنا هو أولا بيتواصل معنا مش عارف فيه رقم للدكتور فوزي اللي هو 011 بتاعة التواصل ردس محمد على الشاشة الانتصالات احنا مش هنتلتك الحلقة ولكن هنعرض رقم الدكتور فوزي وهو المختص بمشروع شاهد المكدول المنبسك من الساهم الأخضر وهيبقى التواصل مباشر مع الدكتور فوزي عن طريق الواطس لو حدي أرسل رسالة مش هرد عليها الآن فيما بعد الحلقة هيرد علي حضر دكتور فوزي ما شاء الله يعني عامل في المشروع ده أنا عدت ساعة بس كده أسمع له للدراسة بتاعة وبرك الله فيه وأحسن الله إليه طبعا كيفية الشراكة هو حضرته اتواصل معنا وعرف نظام المشروع عن طريق الواطس والرقم المعلن الآن على الشاشة بيبدأ طبعا أكيد معاه محامي أكيد معاه محاسم بيتطلع على الورق بتاعنا عشان برضو زي ما قلنا قبل كده بيعارف شامس داره طالع من هنا قبل ما يحط رجل طبعا هو بيجيب محامي الخاص بص احنا بنقول يا فندم احنا من هنا لحد هنا ايه ليزبت مش أرض الواقع كل حاجة على جدية كاملة متكاملة على أرض الواقع بيروح إلى الأرض لها محضر تسليل رقمه كذا بتاريخ كذا الأرض معها الجواب الجيش الأصاري بيئة المالجة وفيها المساعة العسكرية ودي أهم حاجة خلاص بقى كده ايه على أعتاب القانونية بيننا وبين الدول بيجيب المحامي بتاعه وبيعمل له حاجة اسمه عقد تعديل وشراكة تداخل وتخارج تعديل وشراكة تداخل وتخارج يعني ايه يعني السجل التجاري بتاع الشركة بتاع شهد المجدول تمام فيه مثلا الدكتور فوزي وقسامر دلوقتي تمام جيه معانا كمان الأستاذ أحمد وإحنا الأسهم كلها 100% بتاعه جميل يبقى أنا مثلا واحد مننا هيتنازل للأستاذ أحمد مثلا هتاخد مثلا 10% يبقى أنت بتاخد 10% من السجل التجاري وتاخد 10% منين من الأرض يعني بتتملك بتتملك مش مجرد أنت مساهم وخلاص أنت بتتملك بقت أرضك بقت أرضك زي ما هي أرضا بيبقى أنت مالك شركة ومالك أرض تمام ده حاجة مهمة جدا للأراضي الجديدة ليه؟ لأن الأراضي دي عليها فلوس للدولة تمام؟ والعقد النهائي ما بيأتيش إلا بعد سداد جميع الأقصاد تمام إخواننا المحامين والمحاسبين عارفين هذا الكلام تمام فإحنا دلوقتي بندخلك في الشركة أكدنا كنت اللي خدت الأرض من الدولة أول لحظة قبل ما إن شاء الله كنت جات لنا بعد سنتين بتخش في السجل للتجاري أكدنا كنت كنت معنا وإحنا بناخد الأرض منين؟ من الدولة وبتلتزم بما التزمت به الشركة من تعاقد بينها وبين أيه؟ وبين الدولة أفرد في الشركة أصبح زي وزي أي حد موجود في الشركة أصبح بعض الناس يقول لك يعني أنا مثلاً كده أنا شريك كده من بره بعقد عرفي لا فش عكس ما عقد عرفي عقد تعديل وشراكة تدقل وتقارب وعقد تنازل عن حص عقد تنازل عن حصة أنت خدت كذا حصة فين؟ في الشرك وبيسويها بالزبط كذا في الدم فين؟ في الأرض ووصلت تفاهمت؟ وإنت بتجيب محاميك الخاص بتجيب المحاسب بتاعك الخاص هيكلة متكاملة إدارية لمشروع شهد المكدول المنبسك من حقك حلمك وإضرب بسهب له إدارة خاصة غير الإدارة اللي هي بتاعت إضرب بسهب ولا شركة الفلاح له إدارة خاصة لأنه مشروع ضخم جداً يستدعي إدارة خاصة وهيكلة متكاملة عشان تضمن حقك في الشركة وتضمن حقك على أرض الوطن تحتهم دكتور فوز كلمنا عن دراسة الجدو وإحنا عارفين أن المكدول غالي في زراعاته غالي في مراعاته وغالي في إنتاجه تمام دوسها أستاذ أحمد تمام زي ما قلت لحضراتك ده اسمه مشروع السبات والعمر السبات والعمر يعني مش زي مثلاً زرعة البرسيم أو زرعة مختلفين مختلف تماماً في كل حاجة دي زراعة اللي هو السبات على بتاعة العمر بتاعة المدى البعيد هي مكلفة وهي عايزة علم وعايزة دراسة زي ما قلت الحرارة للفدان ممكن بيوصل تماماً لغاية 200 ألف أين ده ولسه بتقعد ثلاث سنين على ما تطلع أول إنتاج جميل فمشروع زي ده عايز فعلاً حد يكون عارف ورايح ومع ذلك انت بتصرف عليه هو بيديلك بقى في الآخر بيبسطك بيسعدك بيخليك عايش طول عمرك في رخاء في عز لأنه ده النخيل النخيل كده النخيل عز وحتى بص لشكل النخلة هو حد شافها النخلة دي فيها شموخ سبحان الله فيها عزة فيها سبات في الأرض وفيها سمرات بتطلع منها الفدان زي بقول حضرتك بيكلف رقم كبير جداً وبتوقع ثلاث سنين على ما تطلع فيه اتفاق مع الأستاذ أسامة ان احنا مش هنقدر نزرع الميت فدان مرة واحدة لكن نقدر نوفر على المساهم انه يدفع مصروفات إضافية ان طالما ها البير المياه بيقدر في الأول بيكفي لغاية خمسين فدان في المستقبل بس دلوقتي يقدر يكفي ميتين فدان احنا نقدر نزرع نباتات طبية جنبه بحيس انه يصرف على الفدان ما يخلهوش يصرف عشرين ألف أو تلاتين ألف في السنة لغاية ما يصرف تاني لا خلاص احنا بنقوله خلاص احنا الشركة هتتولى الصرف على الفدان لغاية ما يطلع انتاج في الثلاث سنين الأولانيين ان شاء الله بعد بقى الثلاث سنين الأولانيين اتفرج بقى على الخيرات وتمنى ان هو يعرض لنا دراست الجدوى دراست الجدوى بتقول ان السمرة دي احنا خلنا نتكلم على مستوى الفدان وانا معلم علامة على ازاي بيجيب لك فلوس الفدان بيكون فيه ستين نحر ايوه تمام هي دي بالضبط انا هبص على الخط الأحمر اللي فوق اللي عليها علامة حمر من فوق ايوه وهقولك ان ده داخل الفدان من الفسائل يعني ايه من الفسائل انا قلت الحضر لك دلوقتي ان الفسائل الناس العادية بتشتريها بألفين جنيه ألف وتممية لغاية ألفين اللي هي الأنسجة يا دكتور ولكن انت لما بتزرعها بعد ثلاث سنين في السنة الرابعة بتبدأ تديلك انتاج الانتاج اللي بيديه لك ايه بتديلك فسائل صغيرة كمان بتقدر انت تاخدها وتفصلها وتنميها في صوبات خاصة وتبعها تمام فانت عندك ستين نخلة في الفدان تمام ستين نخلة ستين نخلة كل الفدان بيبقى فيه ستين نخلة تقريبا او اكتر شوية لان هي بتبقى تمانية في تمانية فعندك ستين نخلة هتطلع لك ستين فسائلة في الاول لا انا مش هقولك ستين في الاول انا اقولك بس تلاتين تلاتين نخلة في الاول تلاتين وهتبعها بسعر الجملة مش هتبع انت بسعر النهائي فهتبعها بألف جنيه مش ألفين جنيه فالفدان الواحدة يطلع لك مع أول سنة إنتاج 30 ألف جنيه فسيل وتبدأ الثمرات تطلع برضو مع بداية السنة الرابعة للسنة الثالثة نهايتها بتبدأ تطلع ثمرات الستين نخلة دول كل واحدة فيهم لما بتستوي وتشتد على أشدها بتطلع ستين وسبعين كيلو إنما في الأول بتطلع خمسة كيلو بس في الأول خمسة كيلو في الأول بتبقى خمسة كيلو أنا أعطي لك النخيل ده أو التمر ده يعني غالي جدا لو جبت ثمنو حتى يعني أنا جاب ثمنو في أوروبا وفي أمريكا بتباع بكام بتتدعى الكيلو هم بيباعها هناك بالباوند هي موجودة عندنا أه موجودة السعر بتاعه بيوصل ثمنو الكيلو بيوصل لغاية 25 دولار 20 يورو في أوروبا 25 يورو يعني أدرب في كام كذا في كذا في كذا هتطلع لك رقم كبير ده مثلا بيع هودة بس ده اتنين باوند يعني لو بصيت تحت هتلاقي تماما اتنين باوند الباوند اللي هو يعني اتنين واثنين من عشرة بيعمل لك كيلو يعني السعر بيبقى أكتر كمان من 25 حوالي 27 دولار بالزبط للكيلو احنا لما عاملين الدراسة بتاعتنا مش هقولك انا هبيعه بـ 27 دولار لا انا هبيعه بسعر الجملة خليها بس 100 جنيه فلما النخلة الواحدة بتطلع 5 كيلو معناها ان انت في اخر السنة الرابعة هيدخل لك 30 ألف جنيه من الخمسة كيلو للنخلة ممكن اكتر كتير جدا بس انا بقولك خليها بس كده زي 30 ألف جنيه من الفسائل بص بالسنة التانية اللي جنبها لو رجعنا تاني لدراسة المجدول السنة التانية كل نخلة بتطلع لك اتنين فسائل تمام ومع ذلك انا هخليها فسائلة واحدة مش هقولك اتنين هي بتطلع اتنين وبطلع ثلاثة بس انا هقول خليها واحدة بس هتطلعك 60 ألف جنيه فسائل على الاقل ده ممكن اكتر ممكن 120 ممكن اكتر كمان بس احنا خلينا اقل القليل وهتطلع لك من التمر حوالي 15 كيلو للنخلة الوحدة فانت بتتكلم على 90 ألف جنيه دخل للسمر وخيز بقى على كده السنة الرابعة والخمسة والستة والسبعة كل سنة بتزيد عدد لو انت بصت في الاخر كده هتلاقي رقم 11 اللي هو الفسائل او عدد الفسائل نعم هي بطلع لها في 11 كل نخلة بتطلع 11 فسائل ممكن اكتر ممكن 15 بس انا هقول اقل رقم 11 فهتلاقي عدد الفسائل 11 فسيلة بتطلع لك ب11 ألف جنيه للنخلة الوحدة على مدار العشر سنين بتطلع لك بعد كده في السنة من أول الخمسة والستة والسبعة والتمنة والتسعة وبعد ذلك بتزيد من أول 20 كيلو 25 تلاتين كيلو تخيل 30 كيلو للنخلة الوحدة في 60 تلاتين في 60 ب1800 طبعا يعني 180 ألف جنيه في السنة الخمسة والسنة السنة بتطلع لك خير النخلة ده بيطلع خير صحيح هو بيصرف خلي بالك يعني هو بيصرف النخلة بتصرف الفدان بيصرف له احنا قلنا بلاش أي الوطس من يمية أنا بس وفيه سؤال لازم يعني تعرضه عشان بس كلام واضح فيه أخي بيقول دلوقتي أنا لو عايز أشتري بيقول دلوقتي أنا لو عايز أشتري قطعة هل حضراتكم هتتصرفوا على الأرض أولا وفيما بعد بعد ما المحصول يطلع هدور أنا على حد يشتريه لا 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 بس هي الشركة بتعمل لك كل حاجة لأنه ما ينفعشي لو أنا كل واحد خد فدان وبدأ يصرفه عليه بنفسه هيضيع مجهوده الرهيب وعمره هيدر يوصل العلم اللي أنا كنت أحكي لك عليه من شوية الموضوع علم أكتر منه مجرد شطارة يعني الموضوع علم ودراسة وهيئات مخصصة بتصرف على الفدان بتشتغلك فيه بتطلعه لك عشان تطلعه للمنتج ده بتلك من شوية أنا كنت بدور على الناس اللي فشلت علشان ما نمشيش وراهم فيه فشل كتير بيحصل انت لو كل واحد عبر عن نفسه وقال أنا الموضوع ده عايز ايه ده عايز شوية مية وشوية سباغ لا الموضوع مش كده خالص الموضوع علم موضوع دراسة الموضوع ناس قيمة على الموضوع خبراء بنجيب خبراء لهذا الموضوع عشان في الاخر طلع لك الثلاث فسائل أو العشر فسائل أو الحداشر فسائل في السنة على مدار العشر سنين عشان طلع لك ستين كيلو ده محتاج شغل فالشركة هتقوم له بكل ده وفيه ضمان له انه إن شاء الله رب العالمين هتقوم الشركة بهذه الإجراءات لان دخل الشركة هيكون من نجاح المشروع المشروع جاب لك مئة وثمانين ألف جنيه ما هالشركة هتكسب منه فلابد أن انت تصرف عليها تصرف على الشجرة تغذيها بخبرات بعلم بمكافحة للأمراض بإعطاءها الغذاء عشان تطلع لك في الاخر الأرقام الجميلة اللي أنا قلتها لك دي فالرقم ده مش بيجي من فراغ بيجي من مجهود وشغل وخبرات ناس وعلم زي أقولك النانو تكنولوجي نخلة في الموضوع عشان تغذي النخلة تغذية مزبوطة أكيد طيب أستاذ وسامة ذكرت حضرتك الطاقة الشمسية وإحنا عارفين أن الطاقة الشمسية ده مكلفة جدا 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 وكمل النخيل له أوقات للرأي بتكون أفضل ليلا جميل إزاي في دراستكم تفاديتم مثل هذه المشكلة جميل إحنا قلنا أليات النجاح ثلاثة دايما أنا بقول الكلام ده هو طيب أعظم الناس حفظيته صم أليات النجاح ثلاثة القضاء على الجاز وبديلها الطاقة الشمسية القضاء على الجاز وبديلها الطاقة الشمسية وده عفنا في زناء على أرض الواقع للمشروع اللي هو البيت الصغير للفلاح الجميل اللي أنا بشرف اللي أنا منه بيروا بالطاقة الشمسية القضاء على الأنيان وعدم وجود أنيان وأي حاجة وبديله الرأي المطور زي ما الدكتور فوزي ما شاء الله جاي بدراسة جميلة هيبقى كلها ايه طنقيد او لو هيزرع نباتات عطرية عشان يدعم مشروعه هيزرعه راش بهمني يبقى كده ايه راي يمطوره اختياره تربة ومكانه حتى مشروع الالف الدام بتاع الدكتور فوزي لما اتانا ضيفا عزيزا علينا اخترنا مكان على اسفلت العموم بينه وبين القرية كنا حاسبينها كم ديئة على السيارة يا دكتور حوالي خمس دقائية اربع دقائية خمس دقائية اربع دقائية بينك وبين القرية حيث البنك الزراعي حيث البريد حيث المستشفى كل المدارس كلها جميع المراحل الازهر لحد السنوي مدرسين الفيزياء والكيبية بعد الداس يقول لهم هناك مدرسين فيزياء ويطلعوا الساعة سيطة الصوف كل ما تحتاجه موجود فرن العيش المطام كل ده موجود الالف الدام خدناها على اسوالة العمومة بباشرة وقضى عرض كبير جدا على اسفل وده قليات النجاح اختياره الطربة ومكانه الالف فدان على الطريق العمومة يسهل الوصول اليها بالأوتوبيس اللي هو قاتي من القاهرة بينزلك على دماغ الارض على دماغ الارض حضرتك انا بقول رجلك في الاوتوبيس والرجل التينة في قلب الارض لو انت حضرتك مهندس انت دكتور مش عايز تاخد سيارتك عايز تجيب بص على مزرعتك بتجيب اولادك يبقى انت بتنزل من الاوتوبيس على بماغل ايه الارض طيب موضوع الطاقة الشمسية احنا قلنا فيه النخل بيشرب وهو كبير وهو بيطلع السمرة يعايز يشرب بالليه بس وهو صغير ما يضروش حاجة بالنسبة للتشربه بالنهار فاحنا بنعمل الطاقة الشمسية ليه وهو صغير لحد ما يبدأ يطلع ولما يكبر مش مشكلة لو رواناه بالليه بالديزل بيبقى معانا موجود ديزل كمان بديل للطاقة الشمسية او مكمل للطاقة الشمسية فاهمني؟ فالديزل ده هو بنروبه النخل وهو طارح بنروبه النخل وهو ايه؟ طارح لسي ياما النخل بقى ينتج بقى في الفترة دية ما النهاردة لو كنت بصرف عليه لحد من 3 ل 4 سنوات كان لسه ما طرحش فبصرف عليه بالطاقة الشمسية لما بقى يطرح بقى ليه دخل وليه عائد فكده احنا بنحل موضوع الليه؟ موضوع الطاقة الشمسية احتمر نرجو من المشاهدين الكرام عدم ارسال اي اسئلة عبر الواطس الخاص به في الواطس خاص بالدكتور فوزي موجود على الشاشة اي سؤال اي استفسار نرجو الرد عليها بس سؤال دكتور فوزي ايه هي بنود التكلفة وقدي ايه بيكلف الساهم وامتى تتحصل على العائل وذي اهم سؤال انا ذكرت الموضوع ده بسرعة بس ان شاء الله هستفيد فيه شوية وستفيد في موضوع دراسة الجدوى بس هنوه ان فيه ناس بتطلبني دواتي احنا هنرد ان شاء الله بعد انخلص ان شاء الله احنا هنرد عليهم ونبعت لهم كل الردود انا لسه ما فعلتش الخط بتاع الواطس فان شاء الله هيشتغل بالنسبة للبنود زي ما قلت لحضرتك فيه اول حاجة تمن الارض تمن التسوية الابار شبكة المية التسمين الجور عندك الفسائل نفسها وقلت لك قدين الفسائل ده مكلفة بعد كده بقى الرعاية المستمرة للنخيل ده مكلف جدا كل ده من داخل سائل الفداء داخل اوه داخل كل حد اوه منيش دعو بالكلام هو خلاص بيسلم امره لله ثم للناس القائمين عليها وبيتابع يعني كنت عايز اقول الحضرارك دي حتة مهمة جدا ان احنا عاملين نظام متابعة لكل مساهم يقدر يشوف كل قرش بيتصرف فين وبيتابع ازاي احنا هنركب كاميرات ان شاء الله رب العالمين دي بس دي طبعا تبقى بعد المرحلة الاولى وانتخلص الانشاءات هيبقى فيه كاميرات كل واحد هيقدر يشوف الغيط بتاعه اللي هو دفع فيه فلوس هيقدر يتابع فيه يشوفه لحظة بلحظة هيقدر في يوم من الايام هيقدر يكيبه اه طبعا طبعا احنا بتوع علمي زي ما لتلك ان شاء الله العلم دي وقت يوصل لكل حاجة انا هخلي المشارك يقدر يشوف ارضه كأنه عايش فيها يعني البروغميت كيلو اللي بيننا وبينهم لو هو سكن في القاهرة هيعيش كأنه عايش فيها ودي ان شاء الله ده وعد مني ومتسجلات صوت وصورة على الهواء ان كل واحد مشارك كأنه داخل الارض وعايز ييجي في يوم من الايام ان شاء الله دي برضو من مشروع الاخ اسامة انها يتعمل استراحات زي الفندق زي الفندق متل زي كده زي الفندق الصغيرة هخليه ما يروحش يروح يقعد في الساحل ولا يروح في اسكندرية ولا يروح للبحر الرحمر هيجي يقعد في أرضه هلاقي فيها حمام سباحة هلاقي فيها ايوه ان شاء الله بيزيك انتها رب ان شاء الله هيقدر يعيش في أرضه الالف فدان كلهم هتبقوا بتوع اللي عنده سهم واحد بفدان او اثنين او تلاتة او اربعة ايان كان هيقدر يجيب بلاده ويعيش في وسط الأرض بتاعته هيدفع في نفس ثمن لإقامة بتاعته لان ده هتبقى لها مصرفات يدفع ثمن بس بدل من يروح يدفع مثلا الف جنيه في اليوم لا هيدفع مبلغ بسيط جدا وهلاقي ملعب للأولاد يلعب فيها هلاقي حمام سباحة للأولاد هلاقي خيل يركبه هلاقي حاجة جميلة عايش في وسط أرضه ده الهدف الأساسي ان كل واحد يبدأ يحس ويعيش عيشة الأرض بتاعته اللي نفسه يبقى حاسس انه هو في المكان بتاعه يعني صحة أستاذ أسابة طبعا ان عايش كل واحد يبقى عايش جوه الأرض عايش العيشة بتاعت يشم هوا نظيف يأكل من الأرض بتاعته شايف الزرع بتاعته شايف النجاح بتاعته نتابع بنفسه عارف ان الناس اللي بتتعب دي بتتعب عشان تطلع له في الآخر مجود شكله ازاي انا عايزه هو يكون مشارك يعني مثلا ممكن واحد يكون مسافر برا وعنده علم جديد ما وصلناش هيدهولنا هتلاقي خيرات لا حصرة لها من مشاركة الناس كلها فده الهدف بتاعنا ان احنا مش نعمل حاجة يعني زي ما قلت لك انا مش عايز امشي طريق حد فشل فيه قبل كده طبعا احنا شفنا الناس بتفشل فين احنا عمرنا وهنفشل ان شاء الله لان احنا عندنا سخة في الله قبل كل شيء عندنا عزيمة وقوة ارادة باذنك انت يا رب لازم ننجح هذا المشروع معانا الخبرات اللي قلت لحضرتك عليها معانا خبرات قوية جدا وناس نجحة وناس مطلعة انتاج غاية في الروعة عندنا طريق النجاح الاخراني خالص ان احنا عندنا المنتج بتاعنا ده فيه ناس مستنية بفارغ الصبر عشان تاخده في الدراسة الجدوى زي ما قلت لحضرتك انا حاطت اقل 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 رقم للمكسب ويا رب يبقى احسن من كده مئة مرة هيبقى خير للمساهم وخير لنا احنا عايزين هذا الخير وثمرت المجدول كلها خيرات ان شاء الله بسنا بصراحة حاجة جميلة جدا امتعتنا والله وامتعت المشاهدين نعود الى استاذ سامح استاذنا الحبيب السؤال الى كيفية الاشتراك والدفع بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله وبعد كيفية الاشتراك احنا قلنا انه هو بيأتي بالمحامي وبيطلع على جميع الاوراق بيلاقي الارض مستوفية جميع اوراقه بيبدأ حل العقد بناخد اربعين في المية وبنعمل عقد الشراكة والتدخل والتخارج اربعين في المية من المبلغ اللي هو كام اللي هو متين الف جنيه حق الفدان ومتبعته على مضار اربع سنوات مصارف الارض بقى من فسيلة من فسائل ومن خدمة ومن رعاية ومن مية كل شيء لحد ما يبدأ يحصد تمام يبقى الاجمال وكله الفدان كام يبقى السهم بكام بمئتين الف بيدفع اربعين في المية حال العقد وثلاثين في المية بعدها باربع شهور وثلاثين في المية بعدها باربع شهور تانين وبتعمله تدخل في الشركة من اول لحظة في التعاقد عشان يبقى عارف زي ما انا بقول شامس دار وطلع منين وبيمضي على شكات بنكية ببقية الايه ببقية المبلغ واحنا بننطلق في العمل ايه في العمل بتاعنا ده كيفية الشراكة كيفية الشراكة اه ان هو بيدفع اربعين في المية حال العقد تلاتين في المية بعدها باربع شهور تلاتين في المية بعدها باربع شهور تانين وفي اول لحظة بتعمله عقد التعديل والشراكة في الشركة وعلى ارض الواقع عشان يبقى ايه ضامن حقه في الشركة تمام وضامن ان هو دفع فلوس ومشراحة كده ايه في الفاضي وفي نفس الوقت الشركة ضامن حق ايه ان فيه فلوس جاي لها في وقت كذا تمام لان ربما تكون انت جايب حاجات اه في الارض او صرف مصاريف وعمل ايه وعودك ومستف حساباتك على الموعيد اللي انت بتتعاقد ايه بتتعاقد عليه ازاكم الله خير دكتور فوزي كيف يطمئن المساهم ان الارض تدار على نظام جيد ولا يوجد قصور في الخليل زي ما قالت لحضراتك انا يعني يمكن تسبقت في الحطة دي وقلت لك ان في ان شاء الله في في الخطة بتاعتنا اه ان احنا استقدمنا افضل الخبراء اه تعاقدنا وتعاوننا مع احسن الشركات اه كل مساهم من المساهمين له الحق في متابعة كل ارش بيتصرف هيشوفوا ان شاء الله احنا الحسابات بتاعتنا تكون لها تكون live live data بمعنى انه هيقدر يبص على المدخلات والمخرجات بتاعت الشركة شايف كل حاجة بتتم ازاي انا زي بقول حضرتك المكان بعيد 400 كيلو بس هو عايش في قلب الارض مقيم في الارض بالتكنولوجيا الدنيا اتغيرت تماما عن زمان يعني زمان انت كنت ممكن تبقى قاعد في نفس البيت او البيت اللي جنبك ومنتش عارف اللي بيحصل فيه زي دولة انت ممكن تبقى عايش في امريكا وكأنك انت في الارض وده الاستخدام او التطبيق السليم والصحة للتكنولوجيا اللي قاعد شايف كل حاجة بتحصل ازاي شايف كل ثمرة طلعة ازاي ودخلها الكيفية بتاعتها ازاي زي ما حضرتك سمعت من الأستاذ اسامة ان الارض بتاعتنا موثق فيها كل شيء قانوني ورسمي وليس هناك مجال يعني انا بقول كل مساهم هيبعت المحامي بتاعه ويشوف الأوراق بتاعت الارض بنفسه يشوف الشركة بنفسه يدرس الموضوع كله مفيش مجال يعني مفيش هفوة حد يقدر يقدر يقول انا ما خدتش بالي من دي لأ انت هتجيب المحامي بتاعك هيتطمن ان الارض سليمة هيتطمن ان الاجراءات ماشي مظبوطة هيشوف الحسابات بتاعتنا ماشي ازاي هيشوف الاجراءات بتاعت الخطوات النجاح يعني بإذنك انت رب بكل كلمة احنا قلناها دي مسجلة علينا الصوت وصورة وان شاء الله هتتطبق حرفيا بإذن الله والله مشاهدنا الكرام في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أقدم شكري إلى فضيلة الأستاذ سامة الفارس صاحب شركة الفلاح لاستصلاح الأراضي بالفرفرة والشكر الخالص من قلبي إلى ضيفنا الفاضل دكتور فوزي الدغيدي الذي يشرفنا بحضوره اليوم وانارى البرنامج الذي يسمى ويطلق عليه منطقة الأحبة وانارى قناة الصحة والجمال شاهدنا الكرام انتظرونا في الحلقات القادمة بإذن الله عز وجل من برنامجكم منطقة الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة